كان نتيجة له شهرة شكوكه وكل الناس مهتمة ومعجبة بهذا اللون كان من نتيجة ذلك أن اتجهت إليه أنظار السينمائيين فبدأوا المنتجين والمخرجين يستعينوا بيه في الأفلام كان أول ظهوره في فيلم أحب البلدي مع الفنانة حيا كاريوكا وحسين صدقي من إخراج حسين فوزي وكان الفيلم ده بمثابة فتحة خير بالنسبة لشكوكه لأنه بدأ يظهر في العديد من الأفلام وأصبح وجوده في الأفلام السينمائية زي الملح في الطعام وكان من أهم الناس اللي التقطوا شكوكه وعملوا له أدوار في الأفلام الفنان أنور وجدي اللي أظهروا في مع إسماعيل ياسين كان وقتها لسه ظاهر برضو جديد وجمع بينهم في أكثر من فيلم في مشاهد لطيفة وكانوا هما الاتنين بيقولوا مونولوجاتهم دابلونو ودابلونو من المخرجين كمان اللي عاونوا في شهرة محمود شكوكه على الشاشة الكبيرة لا ننسى إطلاقا عباس كامل عباس كامل ادى له الفرصة الكبيرة في فيلم صاحب بلين في صاحب بلين ظهر شكوكه وكون هو وسعاد مكاوي سنائي بدأ بدويتو كتبوا فعلاً عباس كامل بنفسه اللي هو حمودة فايت يا بنت الجران هذا السنائي أو هذا الدويتو كان يعني من أعظم الحاجات اللي الناس كانت بتحب تسمعها ليل ونهار أيام ما طلع هذا الدويتو ويمكن ده من الأسباب الكبيرة اللي خلت عباس كامل يجمع بين الاتنين بعد كده في أكثر من فيلم طبيعي بعد ما السينما يعني سهمت في اتساع رقعة شهرة الفنان محمود شكوكه وبعد ما كانوا بيستعينوا به في كل الحفلات وفي كل الأفراح الكبيرة بقى كان لابد أنه يستغل هذا في أنه بدل ما يشتغل في الفرقة دي أو الفرقة دي أنه يعمل فرقة وفرقة استعراضية جمع فيها عدد من النجوم حواليه وسواء مطربين أو راقصين وبقى يعمل استعراضات استغل فيها طبعا شهرته مع سعد مكاوي فكانت بتشاركه البطولة وكذلك سوريا حلمي كمان وعمل عدة استعراضات أفتكر من أشهرها كان ديمونتش كوكو واستطاع شكوكو أنه يعمل عملية تطوير بدل ما يطلع يقول مونولوجات أو سنائيات كان العمل الدرامي بيتخلله كوميديا وبيتخلله مواقف وطبلهات استعراضية في مدربين رأس وفيه كل العناصر الفنية اللي تحقق العمل الاستعراضي اللي هو بيؤكد موهبة هذا الفنان الشعب موهبة موسيقى لكثير موسيقى